للمزيد تنضب إلينا من واشنطن مديرة مكتب الشرق هيبا ناصر هيبا رسائل متوقعة قدمتها قمة النيتو لروسيا لكن اللافت تصويبها نحو الصين أيضا بشكل مباشر وواضح وبالتالي ماذا نفهم؟ هل اختلفت معادلة النيتو لتشمل العداء العسكري للصين؟ لا أعرف إذا كان سيرقى الموضوع إلى هذا الأمر العداء العسكري لكننا على الأقل يمكن القول أننا في طريق التصعيد بناء على المقارنة التي يمكن أن نجريها بين البيانات الختامية المختلفة لحلف وقادته منذ ثلاث سنوات إلى الآن كانت الطريقة التي يتم تناول الصين فيها بلغة مخففة الآن يمكن اعتبار البيان الختامي يحمل لغة تهديدية ومن هنا كان رد وزارة الخارجية الصينية اليوم والسفارة الصينية في واشنطن على كل نزينا للحديث عن كل هذه المسائل الآن سينضم معي ضيف من وزارة الخارجية الأمريكية هو مدير مكتب الشؤون الأمنية والسياسية الأوروبية في وزارة الخارجية الأمريكية ليام وازلي شكرا سيدة على حضرك معنا شكرا على دعوتي أود أن نبدأ مع الصين والمسألة الأبرز على الأرجح هذه أول مرة نرى أن هناك تحذير أو ما يمكن أن يعتبر تحذيرا في هذا البيان الختامي واللغة المستخدمة مختلفة عما رأيناه في البيان الأول منذ ثلاث سنوات وكنت أحاول أن أعد عدد المرات التي ذكرت فيه الصين ولكن اليوم لدينا رد من الخارجية الصينية وأيضا السفارة الصينية في واشنطن كيف يمكن أن تدبلور الأمور من هذه النقطة برأيك؟ بداية أعتقد أن هذه المسألة هامة جدا ونحن أنهينا الاجتماع الآن بين قادة الدول وقادة اليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيلندا وهم بعد أقرب الشركاء الناتو والولايات المتحدة وهذه المرة الثالثة يعقد فيه الاجتماع بهذا الشكل ومن هنا أهمية هذه الروابط أعتقد أن أفعال الصين على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية أشارت إلى أهمية المسألة لتعامل مع هذه المسائل نحن نتعامل مع البعد العالمي لبعض التهديدات مثلا الأسلحة تحت المياه والهجمات السيبرانية والأسلحة في الفضاء التي تؤثر على آسيا ولكن في الأشهر الثمانية عشر الماضية رأينا أن هناك شاركة مطلقة بين الصين وروسيا وكانت محركا أساسيا في العملية الروسية في أوكرانيا ورأينا أن كل الأجهزة الإلكترونية وتسعين بالمئة من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الأسلحة الروسية تأتي من الصين سبعين بالمئة من المكونات الكبرى تأتي من الصين وكوريا الشمالية توفر الثخائر والمواد التي تسمح للآلية الحرب الروسية أن تهاجم أوكرانيا نحن لا نستفز الصين بل نصف الواقع الذي نراه ونحن ننبه الصين إلى أن أفعالها ودعمها لآلية الحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر سلبا على أمنها وهذا سوف يؤثر على العلاقات الأوروبية الصينية في المستقبل ومع الولايات المتحدة هذا تحذير ولكن كيف يمكن أن يتجلى ذلك على أرض الواقع هذا يشير إلى اللحظة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا كان لدينا حوار رفيع المستوى من أوروبا والولايات المتحدة حذرت الصين أن دعمها لروسيا في الحرب في أوكرانيا سوف يؤدي إلى عواقبها رغم ذلك استمرت الصين في توسيع دعمها والحلف يشير إلى أنه ملم بما تفعله الصين ونحن متحدون في ردنا لصب الوقود على النار أنتم بحاجة للصين مع الحوثيين في الشرق الأوسط في أفريقا هل تعتقدون أن هذه اللغة في البيان الختامي يمكن أن يساعد الدبلوماسية؟ أنا على ثقة أن هذا يمكن أن يساعد يجب أن تعي الصين كيف يتم النظر إليها وكيف يؤثر نفوذها على المسرح الدولي رأينا أن هناك تراجع كبير لأثقة في الصين في السنوات الماضية بسبب أفعالها في أوكرانيا ولا يمكن أن تساهم بشكل بناء للأمن العالمي في حين أنها تغذي هذه الحرب في أوكرانيا بالحديث عن أوكرانيا أنا أغطي نيتو منذ سنوات الآن وللسنة الثالثة على التوالي كنا ننتظر ونحاول أن نفهم إذا ما كنتم سوف تكون منفتحين على عضوية أوكرانيا في النيتو ولم يحدث ذلك هي مجرد عبارات هل يمكن أن تفسر ذلك؟ أعتقد أنه يجب أن نحدد كل الأمور التي حدثت وسوف تحدث اليوم وهي أمور معقدة للغاية أولاً أعلن الرئيس عن خمسة بطاريات اعتراض باتجاه إلى أوكرانيا ونظام أمريكي إضافي سوف تضمن الأمن الجوي للفضاء الأوكراني لعدم تكرار الحوادث الماضية سوف تكون طائرات 2016 في الأجواء الأوكرانية هذا الصيف وأعلن الحلف حزمة غير مسبوقة من الدعم لمساعدة أوكرانيا حالياً في هذه المرحلة وبناء قدراتها لكي يتم تضمينها في حلف النيتو سريعاً بأسرع مقت ممكن وسوف يكون هناك مسؤولون في ألمانيا عن التدريب وهناك تعهد بـ 40 مليار دولار لأوكرانيا لتحصل على ما تحتاج إليه وأخيراً سوف يكون هناك ممثل رفيعاً من النيتو في كييف للحصول على التخبية الراجعية كان الحلف واضحاً بأن مستقبل أوكرانيا هو في النيتو عندما يكون هناك اتفاق وظروف مؤاتية لذلك اتفق الحلفاء الأمس أن هذا المسار لا يمكن رجوعاً هو أن أوكرانيا تتقدم باتجاه ذلك بشكل متصق وأن هذه العمليات تستمر وتتقدم ولكن الحالياً نبني جسراً قوياً وواسعاً سوف يجعل استعداد أوكرانيا لانضمامها إلى النيتو أسرع من أي وقت آخر هل هو جسر يمكن رجوع عنه من إدارة جديدة؟ هل تخشون إدارة جديدة أو بوتين؟ هذا حلف من الديمقراطيات وكان لدينا انتخابات في حالفين أوروبيين أساسيين في الأسابيع الماضية ولدينا حلف هو أقوى من أي وقت مضى مع انضمام فنلندا وسويد وهذا يشير إلى أننا متحدين كلنا وراء هذه الجهود ونحن على ثقة بأن فوز أوكرانيا أساسي لأمننا ونحن ملتزمون بذلك لا يسعني إلا أن أسأل عن منطقتنا قبل أن أنهي المقابلة كان هناك جزء يتعلق بالشرق الأوسط في هذا البيان الختامي وسوف يكون لديكم مكتب لأنيتو في الأردن هل يمكن أن تحدثنا عن ذلك قليلا؟ وأيضا أسأل تحديدا عن العراق أقول البيان الختامي أننا وسعنا دعمنا لمؤسسات الأمن العراقية وسوف نستمر بتعاوننا من خلالها أود أن أسأل لأننا سمعنا عن هذه الأهداف في العراق لانسحاب كل القوات الأجنبية من العراق هل يمكن أن تعطينا المزيد من التفاصيل عن هذين الموضوعين؟ بضعة نقاط، هذا يندرج ضمن جهود أوسع أن ناتو ملتزم بأمن متكامل ونواد أن نعالج كل تحديات الأمنية التي نراها في المتوسط وفي الشرق الأوسط وأن نعيد التركيز على ذلك أتفق المجلس أننا سوف يكون لدينا ممثل خاص مسؤول عن التركيز وتأكد من أن تكون هناك جهود وإجراءات متصقة ومتكاملة على كل مستويات هذا هو مكتب الربط للناتو، هذا أعلى من مكتب الربط ونحن لدينا هذا المكتب لتعزيز شراكتنا وتعاوننا مع الأردن أيضاً، إحدى رسائل الناتو الأساسية هي بحثة العراق الموجودة منذ خمس سنوات على الأرض في بناء وتوزيع وتعزيز قدرات القوات العراقية في وزارة الدفع ووزارة الداخلية لتعزيز قدراتهم ويكون قوات قوية في ديمقراطيا، نحن نعزز من ذلك أيضاً الحكومة العراقية جدت دعوتها لحلف الناتو لكي يكون جزءاً في بناء قدرات قواتها في المتقبل ونحن نستثمر في هذا الالتزام، وسوف نوسع العمليات الحالية في بغداد لكي نساعد العراق في تعزيز قوات الأمن التي يحتاج إليها بمستوى الاحترافية والجودة المطلوب لجيش هزمة تنظيم داعش وأيضاً ساعد في الجهود الدولية لهزمة داعش في المنطقة شكراً على هذه المقابلة وعلى هذه المساهمات شكراً من مدير مكتب الشؤون الأمنية والسياسية الأوروبية في مكتب وزارة الخارجية الأمريكية تحديداً تحدثنا عن الصين وعن أوكرانيا وبالطبع عن الشرق الأوسط الذي كانت له حصة في هذه القمة إليك زينا نعم شكراً لك هبة نصر مديرة مكتب الشرق في واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر